بود من الجميع أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بإعادة استراتيجية الحياة ليجعلوا تلك الأوقات الفارغة محل لطاعة الله جل وعلا بالذكر تجلس في انتظار سواء في انتظار في المستشفى أو انتظار موعد من المواعيد أي أن كان ذلك الموعد فلا يخطر على بالك أن تذكر الله جل وعلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم تره يعني حسرة وندامة وهكذا أيضا يذكر الإنسان ربه جل وعلا في أثناء ذهابه وإيابه إذا ركبت السيارة سبحت وهللت وذكرت رب العزة والجلال إذا جلست إذا ذهبت إذا مشيت على قدميك يعني عندنا اليوم الناس يحبذون أن يكون هناك نشاطات رياضية في حياتهم لما لا ندخل مع هذا النشاط الرياضي ذكرى لرب العزة والجلال ومن أعظم أنواع الذكر أن يقرأ الإنسان القرآن ولو كان الآيات والسور التي يحفظها بحيث يكررها ويقرأها مرة بعد مرة فيكون هذا من أسباب نيلة للأجر العظيم والثواب الجزيل يعني إذا كرر الإنسان سورة الإخلاص والمعوذتين مرات عديدة كان ذلك من أسباب رضى الله جل وعلا عنه وعظم أجره وثوابه إذا قرأ الإنسان آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تكفيه من كل شر وتكفيه قيام الليل في تلك الليلة وهكذا في بقية الآيات القرآنية ولذلك فالوصية للجميع أن يجعلوا نصب أعينهم ذكر الله جل وعلا وأن يحرصوا على إعادة برنامجهم اليوم ليكون مجتملا على أجزاء كثيرة فيها ذكر رب العزة والجلال ولذلك فسؤال أخي الكريم في المقارنة بين نوعي الذكر لا أرغب أن يكون منه بل أرغب أن يكون ذكره اليومي مجتملا على النوعين هذين وغيرهما من أنواع الذكر